تمتلك إيران صواريخ بالسية عدة ونبدأ من تلك التي يمتد مداها من 150 كيلو متر إلى 700 كيلو متر والتي تشكل تهديدا لعدد من الدول المجاورة لإيران أو تلك التي توجد فيها الميليشيات المدعومة منها هنا نتحدث عن نطاق يمتد من الأراضي الإيرانية والعراقية واليمنية والسورية وحتى لبنان فتلك الصواريخ قادرة على الوصول إلى دول في الخليج العربي بل وأبعد قليلا نحو إسرائيل وهي صاروخ شيهاب واحد صاروخ بالسي قصير المدى أو المعروف بسكوت صنعته روسيا وكوريا الشمالية وطورته إيران ليصبح قادرا على حمل رؤوس نووية وبيولوجية استخدمته إيران خلال حربها مع العراق وضد معسكرات حركة مجاهدي خلق المعارضة جرى تطوير النسخة الثانية منه لتعرف بشهاب اثنين بمدى يصل إلى خمسمائة كيلو متر ويحمل رأسا حربيا بقوة تدميرية هائلة صاروخ الفاتح مئة وعشرة هو نسخة معدلة عن ززال اثنين بنظام توجيه أدق واتهمت الولايات المتحدة شركة صينية بالمساهمة في تطويره أجرى تعديلات المطورون على الصاروخ ليصل مداه إلى سبعمائة كيلو متر وأطلق عليه اسم ذو الفقار وتقول إيران إنها استخدمته لضرب أهداف لداعش في سوريا صاروخ قيام واحد الباليستي طهران زودت به من قبل بعض المطورين وتم إنشاؤه وزودت به ميليشيات الحوثي وما يعرف ببركان اثنين أطلقه الحوثيون أول مرة عام 2017 مستهدفين مصفات النفطية في يونبع سعودية قبل أن تسقطه أنظمة دفاع الجوي لتكر المحاولات الحوثية بعدها ننتقل مشاهدين إلى الصواريخ التي تمثل الخطر الأكبر نسبة إلى مداها وقوتها التدميرية صاروخ شهاب ثلاث الباليستي من شأه كوريا الشمالية طورته طهران لحمل رأس نووي وهددت باستخدامه ضد إسرائيل وتشير التقديرات إلى أنها تمتلك نحو خمسين صاروخا ويشرف على نشرها الحرس الثوري الإيراني صاروخ غدير الباليستي هو نتاج عمليات تطوير لصواريخ شهاب وعماد بنسخيها المختلفة مجهز لحمل رأس نووي ودخل الخدمة عام 2007 تقع في مداها ثلاث دول أوروبية وهي رومانيا وبولغاريا واليونان صاروخ سجيل يحمل رأسا حربيا تصل زنته إلى ألف وخمسمائة كيلوغرام لم يتم تأكيد نجاح تجربته حتى الآن لكن تطويره شمل نظام الملاحة والتوجيه آخر الصواريخ التي أعلن عنها هو سومار صاروخ كروز يصل مداه إلى ثلاثة آلاف كيلو متر ويعتقد أنه السمرار لصاروخ أعلنت عنه إيران في سبتمبر 2012 اشترته إيران من أوكرانيا بشكل سري من دون رؤوس نووية وتقع دول أوروبية في مداه وهي فنلندا والسويد وبولندا وهنجاريا وإيطاليا والنمسا وفرنسا كذلك